عقدت مجموعة العمل الوطنية المعنية بالترشيح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو اجتماعها الرابع بحضور المرشح المصري للمنصب خالد العناني وبمشاركة ممثلي الوزارات والجهات المختلفة واستمعت مجموعة العمل لعرض وزارة الخارجية للجهود النشطة التي قامت بها منذ الاجتماع الثالث للمجموعة في نهاية أبريل الماضي واستصدار القرارات من المنظمات والمنتديات الدولية والإقليمية المختلفة وعقد الأنشطة الترويجية العامة الدولية هذا وأكدت المجموعة أن الاجتماع عكس الأولوية التي تليها جميع الجهات الوطنية لهذا الترشيح الهام باعتباره الترشيح المصري العربي الأفريقي وتعزيز فرص المرشح المصري للحصول على ذلك المنصب